موسيقى وليد الراجراج مدرب الكبول المغربي يوصله إلى جمي فانال لكاس العالم قاعد يعمل في حاجات chemistry يصبه على المنتخب المغربي في إطار يحكي كل شيء قالوا له هل تشبه جوارديولة لا مورينو قالوا لهم إينا إلا مورينو رجوارديولا هنا تطبيقين كما يعيثني الجمهور نسمع مورينو أسمع جوارديولا بالنسبة ليث كان الجوارديولا و بالمورينو هذه نعمة الانتخين أنا فحلي أظن نقرأ مناسب بلاي أنا غير أصل أبوكادو لا يهمني ولا يهمني في أي وقت من الأوقات يعني الكلام اللي يقولوا عليك سوفيا نهمك؟ ما يهمنيش؟ بالعكس؟ عكس بعض الكوميدييين للذكر للحصر صديقنا اللي موجود بأحذينا اللي هنا ما حبوش سألوه يتنبزي سعراه جرر بأنتي باريكساب قولوذيك أمضحكش أنا أستاذة بسرخ قاري 4 سنة هاي بالي هاي بالي هاي بالي بالعكس أنا اللي جاء شيتكم اليوم اللي يبس المريو عليش عليش وليدو بش ناسلك وجاوبني بكل صراحة انا بش ناسلك؟ اه تفضل كنت بش تجاوب مغير سؤالة؟ لا وليد بش ناسلك؟ انا سعيد مش تسأل سعيد مش تسأل وقت اللي البرح في رونيو دو ريداكسيان قلت لكم إنو ضيفي رمزي هل تعلم اليوم عليش بعثت لي ميساج لا 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 اللي كوالي صديقي لي عليش بعث لي ميساج واتساب في الليل مهم قلت لي عليها نجيبو في رمزي زايد احنا كيبو معانيش ضيور شنو اللي يزعجك في رمزي هل تعلم؟ من ده جيح المتواصل والله شنو اللي يزعجني؟ يعني ما وجيه أقبل بحثينا معنا يكي بدى عندي جديد نجيه وليد شنوه جديد؟ وليد مصرحية انا من اللي اتخذ مجيك بحثينا لشيخة اه تبزريت كتبزبيسة هادي مصرحية انا هاي عندي مصرحية جديدة وشقاري رمزي ها؟ ها؟ شقاري؟ انا استد مساء اخرب معنا بيوصير مفدك وليد مفي برشبه نبيوب الأخبر اتنا بفدك شايت معك في كوندبس ودع المنتخب الوطني التونسي بوتودز الأمم الافريقية الفين وتسعة وعشين بعد تعادل سلبي أمام نظير الجنوب افريقي في الجولة الثلثة من منفسة كأس افريقيا وينغادر المنتخب كثاني منتخب عربي بعد الجزير المغادرة اللي اعتبروها الناس الكل مغادرة مذلة وأداء ضعيف جدا خلينا نسمع تارق ذيب البرح كيف حكيه وقال اللي الكرة لازمها الناس انظاف أنا أتمنى لبلاتوليو ما عشي حكيه عن المبراتين أنا ما عشيش عليها عن المبراتين لأن المنتخب تكون بفوضى لا مدرب كبير ولا لعبية كبار ولا كل شيء حتى في الاختيارات دي ما تلقى مشك نتعديه نمشيه غير وش المدربون يقفوا نجيبهم مدربون نجيبهم فلان وفلان وبعد والقوي يجيب القوي والضعيف يجيب الضعيف والنظيف يجيب الضيف والفاسد يجيب الفاسد هذي معروفة واشوف المنتخب ممتاعنا واشوف التسير والله يمنح بش نحكي على الاتحاد خلتنا انا قلت رأي في الاتحاد لكن اليوم تخطأت الاتحاد أقوى من الاتحاد وأقوى من الوزارة وأقوى من كل شيء واضح بحكاب برشا صراحة وبرشا لم زدت حدث فتحي المودي فريق الوطني التونسي ثلاثة مقابلات على الميدان ما يوجاعش ما يوجاعش المنافسين أما الفريق الوطني التونسي وجاع شعب كامل وجاع شعب كامل كل مرة نقول وطحنا مع ناميبيا لا بالك شيء مع مالي هذه النقطة لا بالك شيء اليوم مع جنوب أفريقيا ثلاثة تحبّلتونا تحبّلتونا بالأمال والوعود اليوم مارينا شيء سمحني ماريناش ماريناش القليب ما نش نحكي على القليب ما نش نحكي على الوطنية ما نش نحكي على حد شيء ما عنا شيء ناميبيا رأى رأى ناميبيا رأى جنوب أفريقيا رأى مالي رأى على أربعة تعدى وثلاثة من مجموعتنا تعدى وثلاثة كنا نحنا رأى احنا رأى مش عادي والله ينقلك وسمة عارو شوية وسمة عارو شوية فتح المولدي متأثر جداً غضب في صفوف الكبير وصغير المرأة وراجل توينس الكل موجوعين علي صارر برحينا ورسل بالشي اللي خال الجماهيري طالبوا برحيل القادري من تدريب المنتخب وقعدوا يعودوا في عبارة ديجاج ديجاج وهذا كان اللي صار جلال قادري يعلن عن انتهاء العقد امتيعه ومغادرة المنتخب الوطني خلي الناس مرحلة أولى ترشعناه كل هدفنا نتعنا نتدور نصف نهائي ما كناش موافقين ما ننجحناش فيه تحملوا مسؤولياتنا جلال قادري عقده ينتهي بنهاية الكان هذه بطبيعته مرحلة جلال قادري انتهت هذا ما نحبش نصرح بيهوني احترام للمكتب الجامعي لكن بالنسبة لي واضح نحترم العقود ونحترم المكتب الجامعي ونحترم الجامعة توصيل كرد قدم هذه أشياء تتناقش في الداخل لكن ليه كنتي جلال قادري يتحمل مسؤوليته ويعرف قطيش ينسحب خلينا زادة نسمع وشنو حكي وعلينا البر عارة على لعيبة منتخب تونس ان منتخب تونس الاسم الكبير قوي يلعب ثلاث ماتشاط في دور المجموعات ما يجيبش غرجول واحد أسوأ نسخة تهديفية وهجومية لمنتخب تونس عبر التاريخ في كل مشاركاته فيه بطولات كأس الأم الأفريقية حرام اهرتونا واحنا بنتفرج على كل مباراة لمنتخب تونس حرام الشعب التونسي ينام متنكد وانتوا بتضياء أحلامه وطموحاته انه يشوف منتخب بلده من أفضل المنتخبات في أفريقيا فضائح بتاريخ المنتخب التونسي من أكبر فضائح شو هالأفضيحه شو هالأهاني شو هالمزال اللي بحق تاريخ المنتخب التونسي بحق جمهوركم شو هالأهاني انه تسجل هدف واحد فقط هدف بهاج مزموعة ما بتناعد صعب أبدا هدف المنتخب التونسي يلي نعد من أقوى وأكبر منتخبات إفريقيا يلي فاز عن منتخب الفرنسي بكأس العالم بينهان بهايك طريقة واضح تعليق نمشي الفاصل وبعد نارجعو لكم نحكيو على شوية لا معناش فاصل سمحني معناش فاصل مراسي يلا تعليق تسعة وثلاثين نريدها تسعة وثلاثين سمحني بيليل شنو تقول والله يمكن أنها متفق فيها أنها فضيحة ولكن الحاجة اللي تبرد على القلب أنه المدرب واللاعبين ذوما بش يبقاوا في تاريخ في ذكرت الشعب أنهم أفشل جيل وذيك الحاجة البيهية اللي تبرد على القلب معناش فتراهم مجهورة ذوما ناريخ ليش واحد منهم يمد وجهوا في الشارع بكل صحة رقعة يعني يقول انا لاعب ولا انا مثل تونس ولا انا شرف تونس بالعكس ذيك الحاجة اللي بيهية أنهم مش يبقاوا ذكرها متاع فشل ذكرها متاع حاجة ما تتصفش يعني حاجة ما تتصفش أصلا في نكسة مش نكسة دي حاجة ماستة لاستة معناش حاجة ماستة لاستة في مخ الجمهور التونسي معناش من هنا للعشرين سنين قدام مش يقعدوا اريد توسعات فهمة دي مامزي هبتوهم هكا بتاع يحطوا تشكيلة المتخب في مثل دوميل تريت كي خرجنا بالدور لول يقولك ما هي مية حاصر عليه مثل متخب هذا مدقيقة لولا تسمع كين حاذيري ما الهدف الأول هذو ماذا داك فكيف مش يقعدوا تصويرها تتنمر عليها وتضحك عليها اللي جنراسيون الجايين من سمورش واحد منهم ينجم اريخ يخرج يقوم يقول ويلد بوكاين ملاعبي يعني كبير ومشي الكاس فريقي بالعكس مش يحاولوا ينحي هالفكرة انه بينصور مع يعني استثناء تلاثة او اربعة لعبين واضح ولكن البقية شكر الله فسعي كموان طليق وحينا ما نعطيش المسؤولية برشا اللاعبين رمزي يعطيني رايك ثم انتكلم انا فم فيديو البارح شفتها الحقيقة نوفل وجعتني برش البارح بعدما كملوا المبارات وخسروا وروحوا وكذا نشوف كالصحفيين واقفين يحبوا ياخذوا منهم كلمة فتقريبا جل اللاعبين معناتهم تلفين هكوا ومن باي يغزروا حقرة كبيرة معنات ايا معلم يا جوار لعيزة انتي فشلت فترة دونك على قليلة اخرج واعتذروا يقول كلمة برد شوية الشعب اللي خليته يغلي وزي داك الصحافي راهو اللي ميد ميكرو باش ياخذ من عندك كلمة راهو تيعب ويعلم به ربك ماشوصل الغادي ويستنى في كلمة انك انتي مين با تغزر له ولا مين با فيقوا على وضعكم ما كومش بارك تسخايب روح كريستيانو ولا ميسي لايزة انتي فشلت فترة وخليت تونس كاملة البرح معناتها بيتها معنات بالحق الناس كل في غصة متقلمة دونك وانتي مين با تغزر للصحفيين ومين با يعطيهم كل ما فيقوا على وضعكم فيقوا على وضعكم نرمو ما لكم تخرجوا تعتذروا البرح فمشي مهكت بردو شوية الشعب التونسي موش اللي هذا موش اما ذوكم الصحفين اللي قاعدين واللي يعلم بهم ربي يصفر وتعب وكيفاش هو يباشي حبي ياخذ كلمة حاصرية كذا من با تغزر له عيب وفيقوا على رواحكم يزيوني مهلا سالي بهذا وابح وابح انا نعتقد انه السيستيم سوفيان قبل ما اعطيك الكلمة قالوا طرق دياب مش وقت لمدرب لملعبية وقت منظومة كاملة معتها جلل قدري سيد جلل قدري في اي منظومة مستوية ولوشيك لا يمكن ان وشد المنتخب ليس لديه الخبرة ليس لم يكن لعب كبير ليس لديه الخبرة مرناش في رق كبرى مهز حتى لقب بالمعطية هذه لا يمكن انه يدرب المنتخب ولكن منظومتنا فاسدة فاسدة لا اقصد فساد سرقة اموالك فاسدة معتها تمشي بطريقة غالطة ناس تتعاي لانها معارف لانه صاحب فلانة صاحب فلان صاحب فلتان ناس بوستويتها مش موجودة ناس تمشي وتسافر وتعمل الفساد ينخر جامعة كرة القدم والدليل بطولتنا العرجاء التي تعجز جامعتنا انها تهبط روزنامة نتحدى جامعة تعطيني اخر عام في سبتمبر هبط روزنامة عام كامل كل جامعة اخرتها جامعة فيتا اجلوها الجولة قالوا جامعة واجلوها الجولة الفساد ينخر المنظومة ولا بد من اصلاحها ولكن يبدو ان المسؤولين حاليين كل واحد يحذر في ليستا وبشي عاودوا يعملوا انتخابات ويعودوا يشدوا الجامعة ويعودوا منول وجديد سوفيانا شوف نوفل قبل ما تبدأ البطولة هذية قال كلام قال كلام اختير منو انو سيقع افشال المنتخم اكس بري لي ارضاء اطراف اخرى واتراف كذا بشين الافريقيا بشين الكوديوه برشا صحفيين كما قال كريم مقني اليوم ما حابوش يقولوا على العرق والمعروك وكذا قالوا مش مشكلة بعض الماتش لول هاتن هاديوا الامور فماش ما تتنفس المسألة وفماش وما فماش ما فماش لعمنا الماتش الثاني وكيف كيف قاعدنا نبيته في الحس لعلى وعسات يفرحش يا الشعب شوي صارت الكارثة وليه كانت منتظرة وكانت ما انا اي واحد يتفرج شويه كوره يفهم الفريق القوي مع دول مش وصل بعد ما تكتشف الخنار هذي الكل الاخر معاه والاخر ضده والاخر مع الوزير والاخر ضد الوزير وملاعبي ميلعبش مع هذاكه والاخر ميلقودش في البيت مع هذاكه وجوارات مصابين يلعبوا على خاطر الاخر ميلزموش يلعب حسيلوا تسمع الخنار هذي الكل تشدك الغصة تشدك الوجيه اوكي منتوني عندي تقريبا ماش نعم منتغص الغصة ماش جديد علينا معنى وش نقعدو نحلمو نحلمو شوف سيدي طوا اللي سار سار والشي كما حكاها قبيلة سيخليفة في الفيديو اللي عديس الشي طوي كالخنار يكلها لابرة والناس كل تعرف الخنار هذي والناس كل تعرف الاشياء ومفهم حتى حد عامل نزيه على البلد فهمتني يتبدل المكتب الجامعي جاي انتخابات في مارس يدخلوا يدخلوا ناس نديد رجعوا زادها فهمتي والناس اللي تفهم في الكورة والناس ملاعبين خدامة ما نعرفش انا كما كريم حاجي ساحب تجربة كبيرة كما ما رجعي لي ساحب تجربة كبيرة بوانزر ليش عايد يقول في التمرين فهم برشة برشة هات نخدموا الكورة يزي من ارضاء فلان وفلتان وبوتولة بسبعة فرق يرتاح كل جمعة وامري مريتان هذي كل جمعة يرتاح واحد هذي كل جي اخو ويزينا من الواحد هات نضبوا كورة لقاعدة وما دام لمدنا ترفلوس كما قال عمق الصادق ما روش نحطوهم في بانبانك الدخار عنا بيحنا ندخروه نبجو نجيبهم ممرن باي ونشوف وشنون نجمو نعملو وزارة والدنيا والكل ونرجع نحطو سقينا على الارض ونفمو وين نجمو نوصل بكورة السلام عليكم واضح فما فاصل غير بعو ما فاميش فاصل يلا نكملو شكون عنده راي ساعدي والله ما نوفو نحنا اقبل ما تهديد يعطي تكلم عايش خليه 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 والله نوفو نحنا اقبل ما كل مااتش نقولو خليه نسكتو كذيه مايجيش يزينا نشجعوهم بايش مايقولوش لكن بين بالكيش في الحكاية مش ماش مودرب ولا ولا ليه ممشيش ليه 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 من الول من الول من الول شمينة نحنا خاطر من الول هي مبنية على على خور ثم خور كبير خور كبير مش شبال للجامعة للجامعات للجامعيات معناها ايش؟ معناها يلزم تهزها كل تراكز تراكز معناها فامتني؟ تنظف وتجهر الدنيا كل وجوه جدد عبادة جدد يخدموا والجامعة يلزم تكون اينا بالنسبة لي اينا اينا نتصور يلزم قايمة كل قايمة اوبليجيه بالشاب ده فيها ملاعبي دولي سابق نعرفوه نحنا وعننا عليه معناها افكار يلزم ملاعبي موجود خلي الكورة ليش معت الكورة خطر ثم عبيد ما تفهمش في الكورة ما نعرفوهمش نحنا اضوما ما نعرفوهمش ما الحق ما نعرفوهمش ما عند من تاريخ لا شيء ما يكونوا يفهموا واحنا ما نفهموش او ما نعرفوهمش ايش تكون شيء ضد معناها الفولوم بتاع الكورة ما نعرفوهمش لا يخطو لا تختيت لحد شيء دخل بعضها ما تفهم شيء خنار ومحابات حقاارا يا وهو ديّر و ايدي من بشأن بيش يقولك حاجة باش نبسوش القضية للطرف برك من عندك حتى وأنت كي جات الدنيا دنيا كي جات الدوسية دوسية تتحل توقعنا ندور عليها نفرجها الناس المسؤولة على ستادات في تورس كل أقسم بالله اللي ما نكركرها شانتي شانتي كامل أنا نخرجهم من اللي فزدوا استادات انتي بار اكزمبل ناخذوا سيابي ماذا سيابي ناخذوها كميثاء ما نقولوش اخويا ما نمشوش الجمعية لك بقى ناخذوا سيابي اللي هي جمعية لحظة خليني نعطي فكرتي وبعد حكيت كي لا علي قلتوني شعكيلك فضيحتين سيبنزرت بنزرت بلا بيسين وبلا عشب طبيعي ما عاداش قانت رتتهزلي قبلت كاملة بتايش تقولي انتي بنزرت اللي هي تقولوا احنا يكيب تنقر ساعات تطلع ساعات طهبة هما شنوه معاملة على اللي جون متاحها دي ما تقولك نخرجك 3-4 جوارات نبيحهم نبيحهم نعيش انتي برا امشي يشوفي بنزرت ويمشي الوليد وليد بش تدخلوا تقولوا يجا تفرج مثلا في استاد بنزرت في بالك روه فما ولد صغار عمرهم 10 سنين عمنا يقول عرفوا لي استاد بنزرت دخلولو معناها خطر 5 سنين مسكر في بالك انتي باركزومبل في القروين استاد فضيحة في بالك سيدي بوزيد استاد فضيحة في بالك انتي في قصرين استاد فضيحة وروكي نحكيك كذوما بلايس هذي 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 كبيت خرج الجوارات اللي تعرف انا كنقولك بنزرت مغير بيسين وبنزرت كحل ملعبها بنزرت عشب مصطنع اللي 2004 كان ملعب من الملعب اللي احتضمت كاس فريقيا في بالك كان عنا بنزرت ومنزل بورقيبة وماطر والحاش قالها اليوم فرف مايك من اقوى الملاعب في القزون في تونس كيفش تحب انتي نوف اللي هنا خلينا بغض النظر نحنا نحكيه على الجامعة أو الهيكل وما الهيكل انتي ما عادش انتي كدولة دولة بصفة عامة ما عادش محترمة الرياضة ما عادش تخمم تقول اينا خنعمل استادات خنخرج جينيراسيون صغيرة ما هو تحميل هذي هو اللي خلت كل واحد كل واحدة عمليها منزل في الاخر كي تجي انتي تشوف يا ديرو معنى جواريت في تونس معنى جواريت اللي بتاع قبق معنى هاريت نوفل صباحني في كلمة صحيت ما فاماش بنية تحتية ما عاش فاما معده يتكور القلواني اللي كانت تخرجوا الملاعبية مشه ما عاش معنى هاري الخورر مش من فوق وانتي هابت لا ليه معتاو وكان نسلوا على برشة جامعات في عدة رياضات تنقلوا نفس الخورر لانه لمدة سنوات جي الاحساس انه مهملة كل واحدة عمل اللي يحب دونك الناس كل تعمل اللي تحب معتاو والسياسة عشرة سنين دخلت في الرياضة ولت الرياضة بما جوزت مطية لأي انسان يحب يدخل السياسة ويهمل اللي بيه الفايدة واضح كاملت ساعدي ولا ما زلت كامل لا كاملت كاملت جيز بش نعطي نتيجة الشوت الاول ما بين مسر وثونس مسر منتسر 17 اثناش دونك كامل ساعدي دونك الان حانا وقت نورز احكينا على الكرة سادر نورز انا الحقيقة نرجع للكلام زيد الجزيري كيف تكلم عماري بالقضي وقال اللي فما بالرسمي شكون يحب المنتخب يخسر حسب رأي انو اللي فما حاجة معنى اساس خايخ للي اساس خايخ موسيقى بلقي زوستة ثريحات لازم نسمعوه موسيقى لول الخالد الملهي البارح في تلفز الكن بخصوص اي قالت موسيقى اي موقول سيد منذ الكبير اسمه عملي الإقالة متاع واتخذت نهارة للنهائي منتاع الكاس العربية وقت للرئيس الدولة هنى الفريق وهنى المدرم هناش المكتب الجامعي صحيح صحيح هذا حالك صحيح والإقالة قررت تخذ نهارتها والإقالة صارت من بعد كاس لفريقيا لأنه حسب الرواية زادها والعهدى على الراوي أنه لم يستجب للتعليمات مش تعرف قيمة يعني صدقوا حكاية صدق صدق تونس سيابت تلمون سيابت الدنيا لكل كل واحد يا أخو مسؤولي ولي هو الفاتق الناطق لأنا أبوكم يا الأولاد فهمتني؟ سيلوشيك أنا أتخلى في تخلويت وتخضريت خور ما عادوا حتى معنا والله أزلوا نبضان شواء لاتجوان لاتجوان تعالى سيماندر لاتجوان معنا فما حد يناجي مشك في الكلام مش تعرف قيمة الطغيين الطغيين متع رئيس الجامعة ياسي منذر نعم لا لا خلينا 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 في السيريو زيد سمعنا تصريح آخر الوليدة الهيشري زادة معاك البارح كيف تحدث عن المكتب الجامعي اللي مصيدر على الإعلاميين وسائل الإعلام مقابل إمتيازاته كراهبه كذا معلومة معاك يزمني نقولها نعرفوا اللي معناها الإعلام اللي هو السلطة الرابعة وأنا زدا أكد لك وكونوا المنظومة راهي مسيطرة حتى على نسبة كبيرة من وسائل الإعلام والإعلاميين طبعا طبعا وهذه هي سبب الخراب على خطر وقت اللي أنت اليوم يكون عندك ناس أنت تعمل حاجة خايبة وهم يردوها به أنت تحطوا انترينير خايب يردوه به تجيب مليعبي خايب يردوه به الهنية معانتها نولي ونحكيوه على مش عارف شنو كلمة شنو السلطة الرابعة للدينة اللي أحكي علي طبيض سيطير خويا يزموا خلاص يزموا خلاص وكل وعد كيفاش يخلص فما شكون يخلص امتيازات فما شكون يخلص إشهارات إشهارات فما شكون يخلص حكاية دونك من حكاية أنا أخافل أنا أخافل تكون حكاية تذكر بزربا ترجمة نانسي قنقر